السلام عليكم سنقول لها ان شاء الله بإذن الله في الفيديو ده انا هنشرح محاضرة الانزيم ماشي خلاص تمام اللي هو التوتوريال اللي داخل معاكم في الميتر ان شاء الله يعني الانزيم يا ولاد ده شابتر سهل جدا بس هو محتاج بس ايه يعني تكون انت لامم موضوعات المنهج كله عشان كده فعلا المفروض الانزيم ده شابتر الانزيم ده ولاد يتدرس اخر حاجة في المنهج خالص يعني الطرية الصحة لتدرس الانزيم انه هيكون اخر شابتر خالص ولكن هم حطينه في الميتر اه فهنبتر ان احنا نشرحه في الاول كده ماشي تمام طيب عشان نقدر نفهم الانزيم عايزين نتكلم الاول عن شوية اه اه شوية حاجات الاول قواعد عامة كده تبع عرفها في شابتر الانزيم ايه مما يتكون التفاول الكيميائي اي تفاول كيميائي في جسمك بيتكون من ايه قال لك اي تفاول كيميائي والاد بيتكون عباره عن او اللي بيحصل يعني ان في مادة اسمها بتتحول لمادة اسمها عن طريق انزيم اسمه ايه تاني اي تفاول كيميائي عباره عن يعني مادة متفاعلة جاء لها انزيم اسمه انزيم أي انزيم بقى يحفز التفاول الكيميائي بيحفز التفاول الكيميائي ويحول الى مركب اسمه او مادة نتج ده اي تفاول كيميائي خلاص الشباب تمام طيب الانزيم دة اولاد ساعات بيبقى محتاج عوامل اسمها يعني عوامل ايه يعني عوامل مساعدة يعني دول بيبقوا مساعدين مساعدين للانزيم خلاص تمام؟ طيب ايه فايدة الانزيم او ايه فايدة الكوينزيم او ايه فايدة اي حاجة بتكتب على سهم التفاعل ايه فايدتها في التفاعل الكيميائي فايدة الانزيم يا ولاد او فايدة الكوينزيم ده ان الانزيم او اي حاجة بتكتب على سهم التفاعل انها بتسرع التفاعل الكيميائي يعني بدل ما التفاعل الكيميائي ياخد وقت ياخد وقت طويل لا انا عايز التفاعل الكيميائي ده يخلص بسرعة. فهي بتزود سرعة التفاعل الكيميائي. ده مين? ده اي حاجة بتتحط على سام التفاعل. طب اي حاجة بتتحط على سام التفاعل. بنسميها ايه? بنسميها بيولوجيكال كاتلست. بنسميها يا ولاد بيولوجيكال كاتلست. تاني بنسميها ايه? بيولوجيكال كاتلست. تبقى اي حاجة هتلاها على سام التفاعل. عشان تصرع التفاعل الكيميائي بنسمي المادة دي يعني مش عارف لو قم 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 في اه في يعني ايه او بنقول عليه يعني ان هو موجود في حاجة اسمها يعني الكائنات الحية. يعني النزيم ده ولد لازم ان يكون موجود في كائنات الحية عندنا اللي هما مين اللي هما الانسان والحيوان والنبات. انما مسلا هلأ اقول لك كيف اقول لك ده الخشب اللي قدام ك دي او الترابيزة اللي قدامك ديت بتطلع انزيمات تقول لي لا طبعا يا دكتور ما يحصلش ما فاش انزيمات. يعني معنى كده اقول لك ان الانزيم موجود بس في الخلال ايه الحية الخلال حية او الخلال عايشة هي دي اللي بتقدر تصنع ايه انزيم ايه. طب الانزيم ده وظيفته انه يعمل ايه? انه يصرع التفاعل الكميائي. خلاص? تمام? بس بشرط يا ولاد بشرط حاجة مهمة جدا. الانزيم ده عيال الانزيم ده ليه جملة بالعربي مشهورة انا بقولها دايما بالعربي عشان الطلبة بتحفظها بالعربي. الانزيم لا يؤثر ولا يتأثر بالتفاعل. تاني لا يؤثر ولا يتأثر بالتفاعل. يعني ايه? يعني ما ينفعش الانزيم ده يا ولاد يخش انزيم فيخرج انزيم للربع. ما ينفعش انزيم ده خارج مسلا ما نايس حتة مسلا منه. لا. هو داخل انزيم كامل يخرج انزيم كامل. ما بيتأثرش بالتفاعل. ما بيتأثرش. فاهمني? ان هو يعني ما ينفعش ان هو يستهلك في التفاعل. وكمان ما بيأثرش على نتيجة التفاعل. يعني ما بيأثرش على نتيجة التفاعل. يعني المادة اللي اسمها السبستريت دي. هتطلع المادة اللي اسمها سواء كان بوجود الانزيم او بغيابه. بس الانزيم جي عملي بس صرع التفاعل الكيميائي. لكن ما ينفعش تقول لي ده الانزيم ده لما جيه خلى المادة بدل ما هتطلع مسلا البرودكت ده. لا ده هتطلع تاني تاني خالص. لا الكلام ده بيحصلش. الانزيم ياولاد ما بيقصرش في التفاعل. هو بس بيصرع التفاعل. يعني التفاعل كده كده هيحصل. بس هو بيصرعه. فالانزيم ياولاد لا يؤثر ولا يتأثر بالتفاعل. يعني ما ينفعش يخدش انزيم يخرج انزيم اللي رابع. يخرج نص انزيم. ما ينفعش يتاخد منه حتة. هو داخل بس عشان يعمل حاجة واحدة بس. يسرع التفاعل الكيميائي. ماشي ياولاد كده تمام? يبقى عارفنا ان المادة دي اسمها مادة السابستريت. المادة الفعالة هي المادة اللي بيشتغل على الانزيم. والمادة دي اسمها المادة النتيجة او المادة اللي اسمها البرودكت يا المادة اللي جاية من السابستريت عن طريق الانزيم. وعرفنا ان اي حاجة بتكتب على التفاعل الكيميائي اسمها على السام التفاعل بين السامها وعرفنا ان الانزيم ده ده مركب تركيبه الكيميائي عبارة عن بروتين. هو وظيفة ان هو يسرع التفاعل الكيميائي ولازم ان يكون موجود في حاجة اسمها خلايا عايشة خلايا حية. وعرفنا ان هو ما بيتستاهلكش في التفاعل ولا يؤثر على نواتج التفاعل. لا ده كده كده التفاعل لا يحصل. كده كده فعل يطلع نفس النواتج. ولكن الانزيم كله شغلته النوابية بس بيعمل ايه? بيسرع التفاعل. طب يقول لك ببصوا. الانزيم ده الانزيم ده بروتين صحيح كده? بروتين. فبالتالي عيال الانزيم اللي هو البروتين ده قد الانزيم هو الانزيم اللي هو البروتين ده لخصائص. بتاع الانزيم يعني ايه خصائص الانزيم? قال لك مش انت عارف يا دكتور ان الانزيم ده بروتين قلت لك اه? يبقى بالتالي كل خصائص البروتين تنطبق على خصائص الانزيم تاني كل خصائص البروتين تنطبق على خصائص مين الانزيم يعني ايه يعني لو انت تعرف ان البروتين ده بيكسر بالحرارة يبقى الانزيم بيكسر بالحرارة لما بيكسرش واللي طبعا بيكسر بالحرارة ما هو الانزيم ده بروتين والبروتين لو جينا حطناها على النار يكسر وما يكسرش يكسر تاني حاجة انت تعرف ان البروتين ده وطر سلوبل يعني بيدوفوا المية. فلما اقول لك هو الانزيم ده بيدوفوا المية. طول لي اه يا دكتور بيدوفوا المية وترسلوا. طب انت عارف اولاد ان احنا بنرسب البروتين بطرق ما? فيه بطرق كترة او بقى رسب بقى البروتين واشهر طريقة انا فكرة شرحتها اخر مرة حاجة اسمها ايزو الالكتريك بوينت لازو ويتر اي لما قلت لكم عند النقطة دي الامي ناس دي يحمل شحنة مجابة ويحمل شحنة سالبة وبقدر ارسب البروتين عند البي اتش دي. فبالتالي ممكن ارسب الانزيم بنفس طرق ترسيب الايه? ترسيب البروتين. رابع حاجة احنا اتفقنا ان البروتين ستاشر في المية من وزنه ايه? شطرين نيتروجين. اتفقنا ان البروتين ستاشر في المية منه نيتروجين. يبقى لما اقول لك الانزيم ستاشر في المية منه ايه? بتقول لي برضو بروتين. بتقول لي برضو نيتروجين. يا ولاد ما هو الانزيم ده? بروتين. فكل خاصيص البروتين تنطبك على خصائص الايه الانزيم؟ دي اول حكا عايزك تعرض. بس عايزكم يا ولاد بصوا المذكرة بصوا المذكرة مكتوب لك ايه بيبصت كده مكتوب لك بص صح كده شايفين الجملة دي? يعني كل الانزيمات بروتين صح? عايزك تزود في الحتة دي كده عايزك تزود في الجزء ده اكتب لجملة دي عندك عشان تبع عارفة بس اكتب لجملة دي. سألو بس بما ايه? نروح للصبور. اكتب لجملة دي عندك يا ولاية. ان كل البروتين كده كده ما كتب عندك اكسبت اكسبت حاجة اسمها رايبو رايبو زايمز. حاجة اسمها ايه? رايبو زايمز. في انزيمات يا ولاد اسمها رايبو زايمز. الانزيمات دي تركبها الكيميائي ر ار ان ايه? تركيبها كميائي ار ان ايه? فانا عايزك تكتب كده. اللي هم مين? اللي هم انزيمات اسمها رايبو زايمز. انزيمات اسمها ايه رايبوزايمز. عشان دي بتيجي يمسي كيو. يبقى اول خاصية للبروتين قلناها ان البروتين ده عبارة ان الانزيم ده عبارة عن بروتين. فبالتالي يا اولاد كل خصائص البروتين تنطبك على خصائص الانزيم. ده والحاجة. تاني حاجة يقول لك الانزيم بيتميز بخاصية مهمة جدا ان الانزيم ده يعني متخصص جدا جدا جدا. تعالوا نجيب بقى الورقة. اول حاجة قلنا ان كل الانزيمات بروتينية. التاني حاجة ان الانزيم ده يعني ايه كلمة يعني متخصص جدا. واناخد حاجة دلوقتي اسمها الانزيم ده اولاد كل انزيم ربنا خلقه يشتغل على مواد متفاعلة معينة. ما ينفعش حد يخش على شغل التالي. يعني ما ينفعش حد يقول لي مسلا عندنا انزيم اسمه ما ينفعش تقول لي يا ولادي ان ده او ممكن بعد ما يزق من الكاربايدريت او ما بعد ما يزق من اللاكتوز. لو بيكصر لكتوز يعني. يرح يقول لي مسلا يشتغل على الدهول ما ينفعش. هو انزيم ربنا خلقه بيشتغل بس في غلى الكتيز. على اللاكتوز اصدي. فبالتالي هو منزيم فلازم انت بعرف الانزيمات عندها حاجة اسمها يعني انزيمات متخصصة في شغلها جدا جدا كل انزيم ليه شغله ما حدش بيخش على شغل التاني. تالت حاجة انا قلتها ان الانزيم ما بيتغيرش كيميا ما ينفعش يخش انزيم يخرج انزيم اللي رابع. رابع حاجة ان الانزيم ده مادة حية يعني مادة حية يعني مادة بتنتج من الخلال الخلال عايشة يعني مفيش حد مسلا يقول لي ده انا الجسم ده في واحد مات النهاردة فانا جيت اشوفه بعد ما مات لقيت خلايا بتصنع انزيمية لا طبعا ما ينفعش حد يقول لي ده الخشب بيصنع انزيمية ما فيش اقول ليه الخلال اللي هي ميتة الخلال اللي هي ما تصنعش انزيم لان الانزيم مادة بتنتج من الخلال ايه? الحي. ماشي تمام? طيب. عندنا تالت انا عايزين نعرفه او معناها ان احنا بنسمى الانزيم ازاي? والله بقول لك ان احنا بنسمى الانزيم يعني فيه قواعد كده لتسمية الانزيم. العلماء بده يحطوا قواعد عشان يسموا الانزيم. زماني ولاد على فكرة كان الديكاترة بيسموا الانزيم كل واحد يسمى الانزيم بدماغه يعني بس احنا حاطنا قواعد عشان نسمى الانزيم. القواعد ايه? قال لك فيه طلق قواعد. اول حاجة يعني ما تحطي ايز اي اسي اي على اخر المادة السبستريت. ديني مسال بعد ديني مسال. عندنا اولاد اه سكر احنا اخدناها اسمه اللاكتوز. اسمه ايه? اللاكتوز. لو لقيت انزيم بيشتغل على اللاكتوز او ما ساميه ايه? لكتيز. طبعا انا انت عملت ايه? جبت اللاكت زي ما هو اللاكتوز بس امت حطيت عليه كلمة ايز. اييز يعني انزيم? طب لو ارتلك في انزيم بيشتغل على دون تقول لي ايه? تقول لي ليبيز. طب انزيم بيشتغل على الساكروز تقول لي ساكاريز. طب انزيم بيشتغل على المالتوز. تقول لي مالتيز. فاهمين؟ ده طبعا امثلة. يعني دول امثلة لكن المنهج مليان امثلة. لكن دول بس مسالين بصد. في امته التسمية حط ايز على اخر المادة الفعال. طيب ده اول قانون. تاني حاجة قال لك لا انا ممكن اسمي الانزيم على حسب وظيفته. يعني ايه? يعني مسلا عندنا مادة اسمها اللاكتيت. اللاكتيت دي يا ولاد في انزيم بيخش على اللاكتيت يشيل منها هيدروجين. يشيل منها اتنين هيدروجين. فانهم سمينه ايه? دي هيدروجينيز. ليه? لانه سال اتنين هيدروجين من اللاكتيت. فانسامي الانزيم دي هيدروجينيز. ليه? عشان هو ده شغله. ده وظيفته. يبقى ممكن نسميه على حسب شغله. يبقى انا يا اولاد لما اقول لك لكتاز يبقى ده معنى كده ان هو بيشتغل على الاكتوز وامتحاطة ايز. ليبيد ليبيز. ساكروز ساكريز. آآ مالتوز مالتيز. تاميني خلاص? تمام? امثلة كتير. ممكن ان نحط على حسب الوظيفة. يعني مثلا في واحد بيعمل اكسادة للجلوكوز. نسميه جلوكوز اوكسيديز مسلا. في واحد بيحط فوسفاتية. نسميه مسلا. اه واحد بيشيل فوسفاتية. نسميه فوسفاتيز مسلا. فامني? يعني بسمي الانزيم على حسب وظيفته. بيشتغل بعمل ايه? ده تاني قانون. تالت انزيمات يا ولاد اسمها تريفيا النيم. اكتبع عنده كده اسم ما بيدنش معلومات. حتى انا كده بقولك اسم ما يدنش معلومات. يعني اسم ما يدنش معلومات. بصوا. احنا عندنا انزيم اسمه ببسين. هل لو انت لما هلما سمعت بيبسين? عرفت من بيبسين ده حاجة? يعني اسم كده ما استفدتش به ما قدنتش اي معلومة. يعني لما سمعت لاجتاز عرفت هو Moore يتعمل على لاجتوز. لما سمعت di الاكتات دي هيدورينيز سمعتو ان هو بيشيل اتنا هيدورين من لاكتيد طب لما سمعت بيبسين ما فيش طب انا ما اعرفه لعرفت ده بيطلع مانين ولا يشتعل على ايه ولا بيعمل ايه? ما عرفتش. طب لما اقول لك تريبسين مش حاسس نوع ما ادنيش معلومة كيمو تريبسين يبقى فيه انزيمات اولاد بتتسمى كده من غير ما تديني اي معلومات دول ده دول كده القواعد بتقول ايه الترمونات طبعا العنوان ده مش مهم من نوت يعني لكن اهم عنوان يا ولاد بركزوا معي قوي بيقسموا يا ولاد الانزيمات على حسب تقريبا كم حاجة على حسب اربع حاجات على حسب كم حاجة اربع حاجات او ارى حسب اربع حاجات اول تقسيمة بيقولك ان احنا هنقسم الانزيمات بتاع الجسم الكان الحي على حسب الوظيف ايه فانكش دي اول تقسيم عايزك بس تبقى تبقى حاطط العنون الاساسية في ايه في ادماغي تانية تقسيمة اكوردنج تو سايت او اكشن اكوردنج تو سايت او اكشن يعني هتشتغل فين على حسب مكان شغلها تالت حاجة اكوردنج تو انزيم على حسب تخصصها واقولوكم دولة حسب تخصصها هنشرحها اكوردنج تو نزيم ايه رابع حاجة على حسب تركيبة كمية بنقسم الانزيمات على حسب كمية على حسب تركيبة لايه؟ الكيمية خلاص دول الاربع تقسيمات نمسك واحدة واحدة اول واحدة اللي هو على حسب الوظيفة يا ولاد قسمنا الانزيمات الى ستة قلاصي ستة قلاص عايزكم تحفظوكم كده وعلى فكرة كل قلاص كل قلاص من دول بالترتيب يعني محدش يكس يعني هو القلاص الأولانية اسمها كذا قلاص يعني هما بالترتيب محدش عايزك تحفظينه بالترتيب اصي Sverige لو احنا هنشبه يا ولاد الحاجات دي مثلا لو انت عندك ستة ابواب يعني انت داخلك دخلت البيت لايت الباب الاولاني الباب التاني الباب التالت الباب الرابع الباب الخامس الباب السادس كل باب من دول ياولاد هتخش هتلاقي فيه قدة جوا تخش تخرج من الباب الاولاني تخش التاني قدة جوا مش تمام على كل باب ياولاد طبعا ان вы تعرفين في الفنادق كل باب عليك كده لوحة مكتوب عليها الرقم على كل باب من دول ياولاد فيه ورقة انا حاطتها على الباب تبعى عارف الباب ده جوه ايه تبعى عارف اللي كلاس وان يعني حفظوها بتطهير انا بقلكو دي الباب الاولاني. لقيت عليه ورقة مكتوب عليها يعني ده انزيم هيعمل اكسادة واختزال في نفس الوقت. ماشي? اسمه تاني. عايزين اخدهم بالطول بس الاول كده عشان تبع فاهمهم. يعني كلمة يعني انزيم هيعمل اكسادة واختزال في نفس الوقت. هوضح لك دلوقتي بالامثلة. طيب خلاص سبك من الودة الاولانية. اخد الودة التارية. الودة التارية مكتوب عليها اللي هو الودة التانية يعني 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 كلمة يعني يعني كلمة يعني 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 ينقل. فدي انزيمات هتنقل. اسمها طيب. الاودة التالتة. الاودة التالتة مكتوب عليها انزيم اسمه هايدروليز. هايدروليز ده انزيم بيكسر مع دخول مية. يعني بيحط مية على المركب عشان يكسره. ماشي تمام? الاودة الرابعة. عليها انزيم اسمه ليز. ليز ده يعني انزيم بيكسر بس بطريقة تانية غير المية. ما بيحطش مية. بيكسر بطرق تانية. غير الهايدروليز. يعني لو لايت انزيم بيكسر عن طريق ان هو بيضيف مية يبقى اسمه هيدروليز. انزيم بيكسر بطريقة تانية غير دخول المية بنسمي ايه? طيب من الاودة الربع خدو الاودة الخامسة اسمها ايزومريز ايزومريز ده يعني ايه? فاكرين الانزيم اسمه ايزومريز ده? يعني بيحول مركب اخوه. للمركب بتاعه. بيحول مركب بتاعه. الاودة الاخيرة اللي هي السادة. انزيم اسمه اللايجيز. او احنا بنسميه بالعرب كتب كده انزيم الربط. يعني بيربط ما بين مادتين بس بيستهلك يعني بيكسر عشان يربط ما بين مركبين. اسمه انزيم ده ايه? اسمه يبقى تاني بسرعة. بسرعة عايزك تحفظهم كده بالطرينة بولهيلك. تسمع الفيديو بتحفظهم بالطرينة بوله. اول اوضة ده ينزيم بتعمل اكساد ده واختزال في نفس الوقت. تاني اوضة انزيمات بتاني الحاجات. تاني الترانسفير. تالت اوضة هيدروليز ده ينزيمات بتكسر بدخول مية. رابع اوضة بيحول ايزومر لخوب. بيحول مركب لخوب. ده ينزيم بيربط ما بين مادتين عشان يطلع عن مادة كبيرة. ماشي خلاص? تمام? بس بيستهلك اي تي بي. نمسك واحدة واحدة بقى كده. عشان تقدر يا ولاية اتفهم الجوزي ده. انا عايز اكبر بس الاول. احنا قولنا اول كلاس. احنا دخلنا الهودة الاولانية. الهودة الاولانية مكتوب على ايه? يعني انزيمات بتعمل اكسادة واختزال في نفس الوقت. اديني مسال كده يا دكتور بardon كده على مسال ده. لو انا بقول لك مادة اسمها ايه? ايه? ايه تيتو. يعني مادة اسمها ايه? اتفعلت مع مادة اسمها بي. اتفعلت مع مادة اسمها ايه? بي. في وجود الانزيم المعاين ل Who I betk المركب اللي اسمه ايه? عطم على المركب يسمه بي. احنا عندنا 해ولاد حاجة اسمها اكسادة واختزائل. الاكسادة ان انا حط اكسوجين او اشيل هيدروجين. اللي اختزال العكس ان انا اشيل اكسوجين او احط هيدروجين. فهنا ياولاد لو ركزتوا ال اتشى الايتشه توا الشاي من اهيدورجين. بعد amber اتشل من اهيدورجين يبقى حاصلها على عملية ايه? اكسادة? والاكسادة حط اكسوجين او يبقى انا عملت لأيه كده اكسادة. باللقص ان انا حطيت الاتنين هيدروجين على البي فعملت للبي اختزال. اهو ده معنى كلمة ده انزيم بيحفز اكسادة وريدكشن في نفس التفاعل الكيميائي. عايزك بقى تحفظ المسال. معلش انطونا هتحفظه الامس. لان احنا عندنا انزيم في جسمينا اسمه الكل دي هيدروجينيز. اسمه ايه? الكل دي هيدروجينيز. الانزيم ده ولاد من ضمن امسالة الانزيمات اللي اسمه هيدروجينيز. لما دخلت يا سباكم العودة لو انا اخش على العودة التانية الودة التانية داخلت لقيت اعود اتفا Burnzyn بيقول ايه بقول لو او لاب امسالها اي مجموعة الا مجموعة الهيدروجينيز. لان لو انت لكن الى مجموعة الا مجموعة تشوف انا لو نالك ازهر زان كروه لانك لو لات انزيم بين الهايدرجين ما بقاش اسمه وصلة خلاس يبقى بين اي مجموعة الا الهيه الا الهايدرجين ناخد مساب عندنا انزيم اسمه ده بين الايه بين الفوسفيت اه من اسمه ده انزيم بين الفوسفيت انزيم اسمه او بسامعات بيسموه ده بين المجموعة ده بين المجموعة اصيل ده بين المجموعة ايه? اصيل. ومعليش بقى تحفظه الانزيمات. انت عندك الهكسو كانيز ده احنا اخدناها في الجلياكولز لو انت ركز فيه تلاقيه فعلا بين الاكسوجين. بين الاصدي فوسفيت بيحطوا فوسفيت على الجلوكوس عشان يحاولوا الجلوكوس التفوسفيت. اللي بين اليو ولاد ده او بين المجموعة عمينو انزيمات مهمة جدا وانا اخدها بالتفصيل في شابتة للبروتين ميتابليزم اسمهم الانين ترانسامينيز واسبارتين ترانسامينيز. سواء من اسجبت وسجوت. هتحفظ هتحفظهم. بس مش دير وقت هتحفظهم ان شاء الله بيزناها لما ناخد البروتين ميتابليزم. الانزيم اسمه كولين اسيطايليز. انزيم اسمه ايه? كولين اسيطايليز. الانزيم ده بس عشان انت بعارف بيعمل ايه? هو بيفاعل الاسيطايل كوي مع كولين. ما ده اسمها اسيطايل كولين؟ مع التكولين. يوم جاب هيبه يبقى او كده نقل مجموعة الاسيطايل. مجموعة اسيطايل دي ساعاب بيولدها برضه اسيطل. اسيطايل عادي. فالاسيطال دي يا ولادها تتنية العاقولين. فيطلع من ركب اسمه اسيطايل كولين. اهو نقل الاصل ده. انزيم اسمه خلاص كده يا شباب ا lanz لوفا saute 전에 خشت على وضا التالت. اول ما دخلت؟ لولة التالتة يا شباب لقيت جوا انزيم بيقول لي ما هيضرولايز. يعني هيضرولايز. قال لي انا باقسر عن طري الصنا практикуб ينا باضيف مياه. مين بقى الانزيمات اللي بتكسر عن طري게 تبديه في مياه ؟ انزيم انزيم اسمه grazeal meinstar hiss mojej وكل Enc hadn¡ contingات اي انزيمuy الانزيم الانزيمات هدمью اللي موجودة فى el zat maj tin زي مثلا المالتيز الليفيز اللاكتيز الانزيمات اللي بتاهضم الاكل كلها بتقسر الاكل عن طريق ان هي بتستكبت بتكسر الاكل عن طريق ان بتضيف مية. ماشي خلاص? بتضيف اتشتو او. دي اتج اوضة التالتة الاوضة الرابعة. الاوضة الرابعة قال لك ايه انا لايز. انت لايز يعني ايه? قال انا بكسر او برضو. طب ما كنا حطناك في الهيدروليز. قال لك لأ انا بكسر بس بطريقة تانية غير ان انا بحط مية. اديني مثال وخدناه. فاكرين المركبة الاسم الفراكتوز واحد ستة بيس فوسفيت. لما قلت لكم بيتكسر بينزيم الاسم الالدوليز. الاجليس ازاي? ان هو بيسيمه في النص. ما اقول الفراكتوز ازاست زرق كربون. بيجي يسيمه في النص. قلت ساعة ان هو بيحط مية لا ما بيحطش مية. يبقى لالدوليز ده فعلا بيكسر بس من غير دخول المية. بنقول عليه لايز. طيب يعني ايه ايزومريز يا دكتور? الوضة الخمسة. ايزومريز يعني بيحول ايزومر لاخوه. اديني كده امسيلة. كلهم عارفينهم. عارفين الابمرز. الابمرز ده اللي بيحاول الابمرل التاني بتاع الكاربويدريت. يعني حاولت جلوكوز لجالكتوز. حاولت ايه جلوكوز لمنوس. فاكل اللي ما كنا بنقول الجلوكوز والجالكتوز ابمرز عند سي فور. والجلوكوز والمنوس ابمرز عند سي تو. خلاص? انزيم اسمه ميوتيز. انزيم اسمه سيس ترانس ايزومريز. بيحاول الربطة سيس للربطة ترانس. وطبعا انتو عارفين يعني سيس وترانس بقى تتكلمنا على كتير. بيحاول الالدول كيتو. يعني يحاول ايزومر لاخوه يبقى انزيم اسمه ايزومريز. طب رقم ستة انزيم اسمه ده بيربط ما بين حاجة يعني عندك مركب ومركب يمسكه مع بعض بالانزيم اسمه ايه? بنسميه حتى بالعربي انزيم الربط. زي انزيم هناخده بقى في شفتر الليبد متابوليزم بالتفصيل الموامل ان شاء الله اسمه احفظه بس دلوقتي ان هو امسال الليجيز احفظه بس ولكن احنا هنوض بالتفصيل ان شاء الله بازني الله في شفتر الليبد وتعرف مين هو الانزيم وازاي بيشتغل وكل حاجة اسمه ماشي يا اولاد دي اول تأسيم تاني تأسيمها ايه? على حسب مكان شغله. هو الانزيم هيشتغل جوه الخلية ولا برا الخلية? كده كده يا اولاد الانزيمات دي بتتصنع جوه الخلية. اي انزيم في الدنيا بيتصنع جوه الخلية. يعني الخلية اللي بتصنعه. ماشي خلاص تمام? ففي خلية يا اولاد. يعني بصوا. تعالوا جيب السابور ايه السابور ايه بصوا معايا كده. ادي انزيم ادي خلية يا اولاد. الانزيم بيتصنع جوه الخلية اهو. في انزيم بيتصنع جوه الخلية ويشتغل برضو جوه الخلية. هنا بسميه انترا سيلولر انزيم. وده انزيم على فكرة يعني انزيم بيرد الجميل. يعني ايه بيرد الجميل? يعني هو متصنع جوه الخلية فخلاص يشتغل جوها بقى. هو تصنع جوه يشتغل جوه. ده بنسميه انترا سيلولر انزيم. لكن في نiversي الانزيمات تانية. لا بتصنع جوا الخلية بس تخرج من الخلية وتشتغل برا الخلية. ودي بنسمى اكسترا انظيم. يبدأ تاني. على حسب مكان شغل الانظيم اسمنا المعين. يعني دي انظيمات هتصنع جوا الخلية وتشتغل جوا الخلية او اكسترا سيلون انظيم brand تصنع جوا الخلية وتشتغل برا الخلية وتشتغل برا يا ولاد. برا الخلية. عارفين اولاد مثال لما هي مثال اول مشروف بيقول لك ربي يا خايبة للغيبة. اهو ده نفس الفكرة. بتاع الانزاين. احنا الخلاءة بتصنع انزيمات بس عشين يخرج يشتغل براها. افمين مش مهم احفظ بس ان انزيم يتصنع جهوها الخلية. ويشتغل جهوها الخلية. يتصنع جهوها الخلية ويشتغل برا ايه الخلية. ماشي? على فكرة انزيمات الهضم انزيمات ال tank gioit اللي هو انزيمات الهضم بتتصنع عن طريق يعن لو جينا مسلا بس كده ضيدي انزيمة آيه." خلية ايه? الاكل يا ولاد بيبقى موجود في اليوم. يعني لو دي خلية الاكل موجود برا هنا. والانزيم بيتصنع جواه الخلية. بس عشان يقدر يكسر الاكل لازما يخرج يستغل برا. ده كده مسال على الاكسترا سيرو الانزيم اوه. تصنع جواه الخلية ويشتغل براه. تمام? خلاص? ده كده ايه? ده كده اللي هو طيب تعالوا نبص على نزيم يعني على حسب بتاع الانزيم. مركزوا بها معي. الكلام هنا سهل قوي. الكلام اللي قوله ده سهل جدا وكلكم عارفين. الاسبسيفيستي يا ولاد بيقسموا الاسبسيفيستي او التخصص بتاعت الانزيم الى الخمس حاجات. اول حاجة حاجة اسمها ابسوليوت اسبسيفيستي. يعني ايه كلمة ابسوليوت اسبسيفيستي? لاينا ان كلمة ابسوليوت اسبسيفيستي يعني ده انزيم بيشتغل على مادة متفعلة واحدة بس. تاني انزيم بيشتغل على مادة متفعلة واحدة بس. يعني ايه? يعني عندنا مادة اسمها يوريا. بدا اسمها ايه? يوريا. فيه إنذين اسم يورييز. يورييز بيقصط بيوريا. اليوريز ده يا يولاد لان بيشتغل على اليوريا بس. يعني لو جبتوا له آمونيا? لا. جبتوا له بروتين? لا. جبتوا له اوماين آسد? لا. كيتو آسد? لا فاته هو هو يوريا بس وهو متخص اليوريا بس. باشي. تمام يا يولاد? فده بي ده يعتبر اللي هو العرفين الراجل المخلص اللي بيتجاوز واحدة بس هو ده. الانزيم بيشتغل على مادة واحدة بس. مخلص ما هو مخلص بقى. انه يطلع في واحد دلوقتي هيبقى مش كويس. خليكوا بس دلوقتي هنا ده. ده انزيم بيشتغل على مادة واحدة بس. مخلص انزيم مخلص من جاوز واحدة بس. يشتغل على مادة واحدة بس. زي اليورييز مسلا. او بيشتغل على الجلوكوز بس. انما يعني ايه كلمة بقى بقى. يعني هو بالسيفيستي برضه. بس للبوند. يعني لان البوند دي يعني رابطة كيميائية. يعني دول انزيمات يا ولاد بيشتغلوا على رابطة كيميائية واحدة بس. زي مين? عندنا مثل انزيم اسمه تريبسين. المثال اولا بيفاهم على فكه. عندنا انزيم اسمه تريبسين. التريبسين دي ولاد بيقدم بروتين بس. ما يضمش كربوهيدريت. ما يقصرش كربوهيدريت. ولا يقصر دهون. هو بيقصر مين؟ بروتين بس. طب ليه؟ قال اقص للبروتين عبارة عن مجموعة من اللي مسكة مع بعض في النص بربطة اسمها ببطاية بوند. والاس تمام? لهنا ده يا ولاد ما يشتغلش غير على ببطاية بوند بس. يكسر ببطاية بوند بس. ومش اي ببطاية بوند. اللي بتبقى ربطة ما بين البيزيك اموين اسد. طب انتم عارفين طبعا البيزيك اموين اسد اللي هم مين طبعا? اللي هم الارجنين والليسين والليسيدين فاكرين? ماشي? يبقى يعني دول انزمان بيشتغلوا على ربطة واحدة معينة بس. انزمات بقى تشتغل على ايه? على ببطاية بوند. في انزمات على فكرة بتشتغل على بتاعت مين? بتاعت الكربايدريت. في انزمات بتشتغل على اللي هي بتكسر مين? الدهون. الرابطة اللي موجودة في الدهون اسمها فعملني خلاص? ده كده مين? البوند. طب تعال نشوف ده يا ولاد اللي هو الرجل اللي هو اللي بيجاوز اربعة. عارفين الرجل بيجاوز اربعة? يعني بيشتغل على مادة واحدة بس رجل مخلص. لكن يقول لك ده فيه انزم بيشتغل على جروب جروب من المركبات ليهم علاقة ببعض. اللي اديني مثال عشان افهم. عارفين الانزم اللي اسمه هيكسو كانيز? احنا اخدناه طبعا هيكسو كانيز اللي بيشتغل امين? عالجلوكوز. ساعته يا ولاد قلت لكم المقارمة بين هيكسو كانيز والجلوكوز. يرجع لها. هيكسو كانيز ده يا ولاد يشتغل عالجلوكوز. ويشتغل عالفراكتوز. ويشتغل عالجلوكوز. ويشتغل عالمنوز. يشتغل على كل الهكسوز. فاكرين? عشان كده حتى احنا قلنا ده ينزيم نانس بالسفك. ما يشتغلش ما يشتغل على كل السوداسي. اي واحدة السوداسي. عشان كده لساعت مسلا يقول لك ايه? ساعت مسلا يقول لك الراجل مسلا تجاوز واحدة فعايز تجاوز غير الله بقول لك انا شاف ان مسلا الست دي. اه يعني فيها شبه منك. ونفس صفات كل حاجة. انا هتجاوزها بس حبا فيك. فان الكلام اللي بتحقوا على الستات بيدها هتجاوزوا حبا فيك. صبع انا هتجاوزها ليه? عشان فيها شبه منها. وبعد كده قبل التاني يقول لها بقول لي كده. في واحدة كمان قبل اتني. فيها شبه من كده الاتنين. فأولاد الانزيم ده يقدر يشتغل عالجلوكوز. والمنوز ومريم عراقب بعض اه كلهم كلهم. كلهم فمنسميه إكسوشانيز. يبقى ده للسوداسي. هل يشتغل على عكسروز يشتغل على الايرسروز يشتغل على الروز هاي chain بس هاي cerem ja ю بخامة زورات الكربون لأ هو وشغال بس عالسوداسيات بشتغل عالستات. هايه ستة سي ستة سيzetة新 быть am i nicht بقى احنا اتزيفنا احنا بيشتغل عالستات رجل مش مختف اتجاوز اي ست اي ستة سي يتجاوز اى لكن بس بس سيبيستير بيشتغل مادة واحدة واحدة بس مخلص اليوريس ده مااشتغلش غالي اريا ملقاش يوريا مااشتغلش هو مشتغلها غالي على الماده دي بس. باشية يا اولاد تمام. ده اسمه ايه ابسويوتوس بالسيفستي وبوندس بالسيفستي وجروبس بالسيفستي. خص على التالة حاجة حاجة اسمها ستيريوس بالسيفتي او اوبتيكيليس بالسيفدي. يعني ايه بردو ا المسال بردو يساهل قوي. يعني ايه الكمل وأدي? يعني دول انزمات بتشتغل على شكل واحد بس. من العيزو. تاني انزيمات بشتغل على شكل واحد بس من العيزو. لا فهيمنا دكريم. مش احنا اخدنا يا ولاد ان العمية ناسد في منها شكل اسمه ودي اماية ناسد صح? واخدنا كاربايدريد في منها شكل وشكل دي. ارجعوا كده للكلام ده و komtie كل ده. العمية في منها شكل ال وشكل دي. والكاربايدريد في شكل دي وشكل اللي برضا. بس انا اقولت لكم ساعات ان الجزء الاماي ناسد ما المواجهد في جسمي الشكل الال. والكاربايرب بتبقى في شكل ايه? دي دول اللي موجودين في جسم. فاحنا عندنا اولاد انزيمات احنا عندنا نوعين من انزيمات مسلا. عندنا انزيم مسلا اسمه ايه? ده بيشتغل على مين? على ال بس. في انزيم اسمه ده بيشتغل على دي بس. فدول انزيمات يعني ده بنسبة بنقول عليها لان العلاقة هنا ما بينهم يعني الاتنين شبه بعض بس واحدة الانشوتو ناحية الشمال سميناها والتاني ناحية اليمين. فالانزيم اللي يشتغل على الشمال اسمه ده متخصص لبتاع الشمال. الدي انزيم برضو ليه متخصص لبتاع الدي. فده انزيمات يولاد بتشتغل على شكل واحد بس من الايزومار. ماشي تمام? اخر دي تعتبر يعني هي اللي فيها كلام كتير بس انا برضو مش عايز الكلام الكتير قوي. حاجة اسمها ديول ايه? او ديول عشان نقدر نفهم يا ولاد ديول إزباسيفيستي ايكي قسمها اه بحكش نقدر نفهم ديول ال� femis الده ده لازمة تفهمها بمسال ماينفعش ماينفعش عالقة اقولك كلام نظري وخلص ديول عشان تقدر تفهم يا ولاد لازمة تفهمها بمسان سننبي كده بعض تعالك نقول للمسال بتاعهم احنا عندنا مادة مش عليكم المسال او عايزكم تحفظهم وخلاص احنا عندنا يا ولاد مادة اسمها هيبو هيبو زنسين اسمها ايه هيبو هيبو زنسين هيبو زنسين ما لها مادة الهايبو زنسين دي يا ولادي مادة الهايبو زنسين دي بتتحول لمادة اسمها زنسين اسمها ايه زنسين عن طريق عن طريق انزيم اسمه اكس او الاختصار بتاعه زنسين اوكسيديز انزيم اسمه ايه زنسين اكس او. ده عمل عمل يولاد هنا تفاعل اسمه بعمل تفاعل ايه? عمل تفاعل اكسادة شاطرين. هو اسمه يعني عمل تفاعل اكسادة. حاول لايبو زنسين لزنسين. طيب ايه تاني? الزنسين ده بعد ما بيتكون بيتحول لحاجة اسمها يوريك اسد. تحاول ايه? يوريك اسد. عن طريق مين يولاد? ايه ده? لانا برضو عن طريق الاكس او. نفس الانزيم? نفس الانزيم. عمل تفاعل هنا برضو ايه? عمل تفاعل برضو اكسادة. ايه ده يعني معنى كده يا ولاد? ان الانزيم اللي اسمه اشتغل على المادة المتفاعلة اللي اسمها عمل فيها اكسادة. واشتغل برضو على المادة اللي اسمها زنسين وعمل برضو اكسادة. يبقى لما سال اكسو ايه? هو ده اشتغل على كم مادة فعالة? تقول يشتغل على مادتين. لهم زنسين وزنسين. عمل كم نوع من التفاعل? عمل نوع واحد بالتفاعل والتفاعل الاكسادة. هو عمل هنا اكسادة ولا اكسادة. فهنا بنسمي ان الزنسينوكسي ده اشتغل على مادتين متفاعلتين وعمل نوع واحد بس من التفاعل. طب اديني مثال ده كده شكل ده كده يا ولاد بنسمى ديول يعني مزدوك. يعني عمل حاجتين مع بعض. اشتغل على مادتين وعمل تفاعل واحد. طب اديني مثال تاني. في مادة اسمها ايزو ايزوستريد. مادة اسمها ايه? دي انا اخدها ان شاء الله في محاضرة الكيربس. ايزوستريد. الايزوستريد يا ولاد بيتحول لمادة اسمها اجزالو اجزالو سكسينيت عن طريق انزيم اسمه ايزو دي هيدروجينيز. الانزيم دي ولاد من اسمه كده بيشيل ايه? بيشيل ايه? بيشيل هيدروجين شطرين. هو اسمه ديهايدروجينيز. ولكن يا ولاد احنا لقينا ايه? لقينا يا ولاد ان الانزيم ده الخير فيقول للايزوستريد طلعي لي هيدروجين وطلعي لي تاني لايب ستريد ده هيدراس بيقول طلعي لي هيدروجين وطلعي لي ايه سيوتو فابدا يا لادي طلع اتنين هيدروجين ايزوستريد يحاول اللوكسنويسا tenir عدا. وب好ين لما ييجي طلع لما يجي طلع مننا بقى سيوتو. اهو يتحول الى مادة اسمها الفا كتو قلوتارين بنسميها الفا كي جين. تانى الانذيم اللى اسمه هيدروجينس ده ولنزيم ده الانذيم ده للانذيم ده. قال الاهيدروجين وطلق لي سيوتوب جado طلعت اتنين هيدروجين في التفاعل الاولانى وقم اتمطلع كونت مركب اسم موجزل وساكسينات وقم اتمطلع سي، آتوه في التفاعل التانى فاطلع الالفا كيتو جلو، الانذيم ده يا William هو قال كلمة واحدة بس ايه الكلمة واحدة اللي قالها قال طلع الي هيدروجين وطلع علي سيوتوب من مين من من ايس عشان حولوا المين? عشان حولوا الالفا كيتو جلتاري. فمعنى كده لما نيجي نبص دي هايترجينيز اشتغل على كم مادة فعالة. اشتغل على بس. ما اشتغلش على بس. طب عمل كب نوع من التفاعل عمل اتنين. اشتغل اتنين وهو زوج من التفاعلات. يعني عمل حاجتين مع بعض. يعني دا عمل حاجتين مع بعض بنسمقها دي ولا سبس بس. يبقى اشتغل على مادتين متفاعلتين. بس عمل نفس التفاعل. انما دي هايت واحدة متفاعلة بس عمل نوعيا من التفاعل. فاهمين? خلاص دي بنسماس ديوال ديوال بشي الشباب كده خلاص تمام? طيب لما نيجي بعد كده يا ولاد لحاجة اسمها او تأسيمة الانزيمات على حسب او على حسب تركبهم الكيميائي. لانا يا ولاد بقى على حسب على حسب تركيبها الكيميائي لانا ايه? لانا على حسب تركيبها الكيميائي ان في انزيمات تركيبها كيميائي بروتين بس. يعني ده كده بروتين او ده بروتين. في انزيمات بتبقى عبارة عن بروتين بس. تركيبها كيميائي بروتين بس. فهنا الانزيمات اللي تركيبها كيميائي بروتين بس. نقوم نسميها سيمبل بروتين انزيم. نسميها ايه? سيمبل بروتين انزيم. يعني دي انزيمات تركيبها كيميائي بروتين بس. باش تمام? طيب. امال يا دكتور لو لقيت انزيم عبارة عن بروتين بس ماسك فمراكب مش بروتين مركز بنسميه монون بروتين مش بروتين يعني. يعني ده يا ولاد هو مين? ده هو البروتين اولي هو الانزيم. لكن ماسك كمان في حاجة مش بروتين نعوم نسميها يعني انذيم تركيبه الكمية عبارة عن جزء بروتين وجزء مش بروتين ماشي? يبقى لو ل34 باس يبقى اسمه بروتين يبقى ايه? بروتين ومش بروتين. ركزوا معي في الجزء ده. الجزء يا ولاد الجزء اللي هو الكونجيوجيتد اللي هو الانزيم اللي هو عبارة عن جزء بروتين وجزء مش بروتين جزء البروتين يا ولاد بيسموه اسم تاني بيسموه ابو انزيم بيسموه ايه ابو انزيم ده يعني جزء جزء البروتين بيسموه ابو انزيم ابو الانزيم يعني وجزء النام بروتين يا ولاد بنسميه كوفاكتور بنسميه ايه كوفاكتور تاني جزء البروتين بنسميه ابو انزيم جزء النوم بروتين بتسميه ايه? كو فاكتور. الاتنين مع بعض. الاتنين مع بعض اللي هو الايبو انزيم والكو فاكتور. الاتنين مع بعض بنسميه كل الانزيم. يعني الانزيم كله على بعض وبعد بنسميه هولو 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 انزيم. يعني ده الانزيم كله. ركز معي تاني. جزء البروتين ايبو انزيم. جزء النوم بروتين بنسميه ايه? كلهم على بعضهم. زي ايبو انزيم او كو فاكتور بنسميه هولو ايه? هولو انزيم. بصوا بقى في جزء النوم بروتين. ساع يا ولاد نلاقي النون بروتين ده هو النون بروتين ماسك بربطة مع البروتين بربطة ضعيفة ربطة خيبة بنسميه حتى لوسلي اتاتشد لوسلي اتاتشد يعني ده نون بروتين ماسك مع البروتين بربطة خيبة يعني ماسك بربطة خيبة سهلة تتكسر على طول فده بنسميه لو لو النام بروتين كو فاكتور ده لو كان نون بروتين يا ولاد ماسك بربطة لوسلي بنسميه في الوقتي ده انزايم نسمي ايه. ايه Schulen تاني بتاني بنسمي ايه framework طب لو كانوا يا دكتور مسج فيرم الي بقى مسج بربطة قوية جدا 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 جم ده ربطة جمدة جدا صعبة ان انت قصرة بنسميي في الوقتي ده اولاد بروسيتك جروب بنسميه في الوقتي ده ايه. بروسيتك بروسيتك جروب ي Nebran تاني 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 الر coffee factor ده عبارة عن كوينزايم او او البروستيججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج البروتين بنسميه ابو انزيم. طب البروتين والنام بروتين. كل الانزيم بنسميه ايه? قوله انزيم. طب ايه الفرق يا ولاد ما بين الكونزيم ده والبروستيتي الجروب? قالك اول حاجة يا ولاد الكونزيم ده دايما بنلاقي فيتامين. يعني الكونزيم ده تلاقي تركيبه الكيمياء عبارة عن فيتامين. وانتو عارفين الفيتامينات دي مركبات عضوية مركبات ارجانيك. انما البروستيتي الجروب دي يا ولاد بنلاقيها ميت المعدة زي كبر مثلا مغنيسيوم زينك الحاجات دي. والمعادن دي اولاد مركبات غير عضوية. ماشي? تمام? خلاص? طيب. تاني حاجة. احنا عارفين ان كوينزايم بيبقى ماسك بربطة مع البروتين لوسلي ولا فيرملي? لوسلي. انما البروستيك فيرملي. فاحنا بنعمل ياولاد حاجة في المعمل حاجة اسمها ديالاسيز. ديالاسيز معناها فصل البروتين. يعني نعمل ايه? نبدأ ان احنا عايزين نفصل ما بين الجزء البروتين وجزء النام بروتين. لما اجي ياولاد افصل بيتفصل بصولة خالص. بنسميه حتى ديالاسيبول. ديالاسيبول يعني قبل ان هو ايه? يتفصل. انما البروستيك جروب ماسك بقوة جدا 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 جدا. بنسميه نان ديالاسيبول. يعني صعب جدا ان انت تفصله عن البروتين. يبقى تاني. ده يا كوينزايم يا بروستيك جروب. الفرق احفظ كلمة واحدة بتعرف المقارنة. ده ياولاد ده بربطة ضعيف. يبقى سهل ان انا اكسره اكسره وافصله. انما البروستيك جروب لا ده ماسك بربطة قوية. يبقى صعب جدا ان انا اكسره وافصله. الكونزايم ده دايما بيبقى فيتامين. انما البروستيك دايما بيبقى ميتل بيبقى معدن. زي الحديد زي المغنيس ومحاجات ده. والفيتامين احنا عارفين ان هو مركب عضوي. لكن المعادن مركب. ماشي يا شباب? خلاص كده تمام? طيب. كده احنا خلصنا اللي هو الايه? تعالوا ناخد حاجة اسمها ايه ده? يعني عايزين نعرف هو ازاي الانزيم بيشتغل. عشان تعرف ياولاد ازاي الانزيم بيشتغل هو كلها نظريات وكلهم لحد دلات محاجاتش عارف الانزيم بيشتغل ازاي كله بيقرب يعني كله بيقول نظريا. ولكن الكلام يعني مش اوي مش معروف اوي لكن كلهم نظريات. فيه ولاد اول مجموعة من العلماء وديروا لنا يعني بقول ان هم دول الصح شوية. في اول مجموعة من العلماء ياولاد قالوا ان الانزيم بيشتغل عن طريق ان هو بيقلل حاجة اسمها الاكتيفيشن انرجي. بيقلل الحاجة اسمها ايه? الاكتيفيشن انرجي. تعال نمسك يعنيها اكتيفيشن انرجي. تركزوا معايا كده بقى. المادة الفعالة ياولاد المادة اللي اسمها السبستريت. عشان تتحول لمادة اولا المواد الفعالة دي دايما في جسمنا بتبقى موجودة في شكل اسمه جراوند جراوند دي كتبه عندها الحالة الخامدة. يعني ايه? يعني تاني المادة قعدة اا ما انتخن. مش عايزة تشتغل في التفاعل الكيميائي. عشان ياولاد المادة تشتغل في التفاعل الكيميائي لازم ان تتحول من جراوند لحالة تانية اسمها او ما ايه? تاني يعني معنى كده ان المادة السبستريت المادة السبستريت ايه? عشان تقدر تتخش في التفاعل الكيميائي وتعمل التفاعل الكيميائي لازم انت تتحول من الجراوند اسم للترانزيشن اسم تمام? الجراوند ديت الحالة اللي هي المانتخة فيها. لكن الحالة الاكتر. تديني مثال تاني كده يا دكتور? كلك ياولاد مسلا بتبقوا منتخين طول السنة. وتجو الذكرى قبل البتاحين. ايه الفطر اللي انتم منتخين فيها انتقاد منتخ. لو جيتوا بترك ذاكرة تاخد وقت يعني تاخد مجود جامد عشان تبدأ مذاكرة. لكن الناس اللي بتزاكرة لا دايما 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 دايما. يعني ان هو يخلص مذاكرته بتبقى سهلة لان هو لسه هو شغال و اكتف. عشان كده ياولاد الشكل المانتخ ده هو الشكل الخامد من المادة الفعيل. انما الشكل الاكتف من المادة فعال. عشان المادة تعمل تفاولك معية لازم الاوّل تتحول من من الترونزورشن وبعد كده تخش في التفاول كبير عشان متعتم تجميل البرد. قالك يا ولد عشان المادة تتحول من الشكل اللي أنت خد للشكل اللي بتبقى محتاجة الطاقة اللي محتاجها هنا بقى اسمها الروس تقاقة النشاط الطاقة اللي بستخدمها عشان حول المادة الفعالة او المادة الفعالة يعني من الحالة الى الحالة ايه? الى الحالة الترانزيشن. الطاقة دي اولاد بتبقى كتيرة جدا في غياب الانزيم. بتبقى كتيرة جدا في غياب الايه? في غياب الانزيم. يعني الانزيم عشان يعني المادة الفعيل عشان تحاول من الترانزيشن طبعا بتبقى كتير بتبقى محتاجة طاقة كتيرة. لكن لو جيت تحط انزيم ياولاد لو جيت تحط انزيم هنا حطيت انزيم على سام التفاعل. لا لا بسرعة جدا الترانزيشن استيت. ومن غير طاقة كتيرة. من غير الطاقة كتير يا عيال مش محتاجة طاقة كتيرة. في وجود مين? في وجود الانزيم. يعني مثلا لو ارتلك عشان اتحول من مثلا محتاج تلاتين الف كالوري. تلاتين الف كالوري يعني طاقة تلاتين الف. في وجود الانزيم مش محتاج التلاتين الف كالوري. ده هو بس محتاج الف كالوري واحد بس. يعني معنى كده ان الانزيم بيقلل فبالتالي بيصرع الخطوة دي ما انت دلوقتي الطاقة على ما توصل لتلاتين الف هتاخد وقت اطول. لكن على ما توصل لطاقة الف هتاخد وقت اقل. فمعنى كده سرعة التفاعل دي. ولكن لو جاءنا نرسم شكل باقي نبصه كده. لو انا اقولت لك بتاعت بتاعت المادة الفعالة الفلانية كده. يبقى في وجود الانزيم نرسمها ازاي? اهي نرسمها كده. متخيلين? متخيلين انا? دي في غياب الانزيم عالي اهو. يعني مسلا هنا الانرجي اللي محتاجينا. شايفين الانرجي هنا مقابل الرقم عالي. لكن يا ولاد في وجود الانزيم اهو. لا تبقى صغيرة. يبقى انا بقى الانزيم بيقلل الانرجي. بيقلل الانرجي. بدل ما يكون محتاج طاقة كتير عشان المواد الفعالها تشتغل. لا محتاج طاقة ايه? طاقة قليلة. دي اول نظرية ان الانزيم بيقلل الانرجي وبالتالي بيحفز التفاعل الكمائي. ده اقول ايه? اول نظرية. طاني نظرية يا ولاد عندنا عالم عندنا عالم اسمه اه عندنا اتنين عالمي. يعني واحد اسمه واحد اسمه مينتن. ميكلز مينتن يا ولاد ميكلز و مينتن دول ما ترافوش كما بيعمله مع بعض. بس ميكلز و مينتن الاتنين دول يا ولاد رجل وسيت دول اخترقوا برضو او اكتشفوا نظرية اسمها ميكلز مينتن سيري على اساسها الانزيم بيشتغل. قال لك ايه? يا كده كده في الصورة دي? قال لك الانزيم شايفين الانزيم اللي هو باللبن ده الانزيم هو الانزيم. بيبقى عليه مكان اسمه اكتشف سايت. يعني المكان الا هو بيشتغل بي. وده الجزء يزره ده جزء السابستريت. الى كله بيحصل. بيبدأ الانزيم يمسك مع السابستر مينك guilty. يعني خليط من مادتين. اللي هو الانزيم سابستريت. بنسماح حتى اس اي اس سي اللي هو انزيم سابستريت كوم بيس. وبعدين الكم بلكس ده بيسهل على الانزيم ان هو يبدأ يشتغل على المادة المتفاعلة ويزود سرعة التفاعل ويبدا يحصل فالاخر انزيم يعني ينتج ناتج انزيم ويتطلع موض بوروداقت موض ناتجة بس حد واخد باله ان الانزيم زي ما دخل زي ما خرج الانزيم ياولاد تركيبه الكمياء ما بيتغيرش في التفاعل الكميائي ونقال من اللي تغير دخل وخرج ما ده ايه ناتجة من اللي القال كده قالوا لك ان المادة المتفاعلة بتتفاعل مع الانزيم وتكون وبعد كده بتتحد مع الانزيم وتكون ت plainزيم مع شويت ايه بوروداكت من اللي قال ViN palidades اكتشفها واحد قريبا كان بيشتغل يا عيال بتاع مفاتيح? عارف الناس اللي قم بتاعة مفاتيح واحد اسمه وعم سمت نظريه على اسمه ما له بقى دي بيركزه بقى? عارفين اعيال لما تسأل واحد مثلا يقولك ايه يقولك اه وانت ليه مثلا ما تجوزش لحد دلوقتي يقولك لك اصلاا ما لقيتش بنت الحلال. يعني ما لقيتش بنت الحلال. يقول لك اصلا ما لقيتش واحدة يعني تناسبني واحدة على مقاسي صحي كده تمام? شوف يا والاد الانزيم يا عيال بستوا كده على الشكل ده. الانزيمي عيال الاقي فيه جزء فاضي اسمه اكتف سايت. المكن اللي هو هيشتغل فيه ايشتغل بيا عين. علييه الاينزيم يا ا gems عليه جزء فاضي الجزء الفاضي ده مكمل للجزء المليار على الا يال يعني يا دكتور. يعني عاملين يا ولاد شفتم المقعبات شفتم اللاعب بتاع لاطفال المقعبات. مش انت المقعبات بتدخلاتها في بعض. بتدخل كده فيها لعبا كده بت гру dخل مقاعبات في بعض عشان تطلع على شكل مساء الراجل ولا شكل سمكة ويبتعد دخل مكعبات في بعض. تيبكة اللي هي دي المكعبات. ازاي? لازم ان يا ولاد لما تيجي الدخل حاجتين في بعض لازم ان يكونوا مكملين لبعض. لانا يا ولاد ان فشر ده قالك دايما كل انزيم بيبع عليه حتة كده فاضية مكملة المادة متفاعلة معينا. وعلى فكرة ده بيثبت لحاجة اسمها ان لكل انزيم مادة فعالة واحدة بس. لان الحتة الفاضية بتبع مكملة للمادة الفعالة دي. المهم. قالك ان السبستريت شايفين? عليه مادة كاملة ايه? يعني ده الحتة اللي هي البوز اللي طلع ده البوز اللي طلع ده يا ولاد مكانه فاضي في الانزيم عشان يخش ويركبه مع بعض. متخيلنا يعني مسلا لو قلت لك بص فوق كده شايفين? ده الانزيم عليه حتة فاضية. حطيت هنا السبستريت يعني هنا لقيت. هنا هنا لكن بص هنا كده ده انزيم. وده سبستريت. هل بزمتك الانزيم ده يشتغل على السبستريت دي? طبعا ما يشتغلش. لان السبستريت دي يا ولاد اوسع من المكان اللي هيخش فيه الايه? اللي هيبقى فاضي في الانزيم. فاهميني? فدي ولاد شابه حتى الراجل ده قالك ده حاجة اسمها شابه خاصية المفتاح والافل. دايما الافل بيبقى فيه مكان فاضي والمكان الفاضي ده مليان على المفتاح. فاهميني بيبقى مليك بروس كده شوية شوية آآ بروس كده المفتاح شن قدم دخل المفتاح يخش في الافل بتاعه وما ينفعش المفتاح يفتح كازا افل. فاهمي سماها فعلا لو ادينا كمان شكل بصوا كده شايفين? ده مفتاح هتخش في انزيم شايفين? اوه ده اوه. متخلنا قبل انه يخش. زيها بالزبط في الانزيم. ادي مادة فاضية هي على الانزيم هو على حتة فاضية. شوف الحتة الفاضية لايئة على السبستريت. اوه رجبة ازاي. عارفين لو السبستريت ديات الحتة الفاضية من ازاي حتة الملين هنا من ازاي الحتة الفاضية هنا ما كانش يولاد نفعد ما كانش نفعد فقال لك لأ فشر تمرت ده قال لك فعلا ان الانزيم بيبقى عليه حتة فاضية مكملة مين مكملة للسابستريت بصوا دي كمان شايفين بص ياولاد ده الانزيم تتخيل انا مفتاح من دول يركب على الانزيم اللي فوق ولا لتحت ركز كده ارسل كنا بنركب مكعبات فعلا اللي فوق اللي فوق لو جيت بص البروزات تبقى لقيها هنا على الفراغات لكن ده لأ حتا كاتب لك عندك او جود دايبان ده فعالة كويسة يعني تلزق في الانزيم تقدر تخش في الانزيم لكن ده بات سابستريت ما يقدرش يخش فين في الانزيم ماشي ياولاد كده تمام خلاص ده كده ياولاد اللي احنا بنقول عليه زي الانزيم بيشتغل ماشي يا شباب خلاص كده تمام عندنا بعد كده اولاد بعد كده يا شباب عندنا حاجة اسمها اللي هو يعني العوامل اللي بتؤثر على النشاط الانزيم الكلام بسيط جدا والكلام على فكرة بدائي يعني الكلام مش صعب بس هو محتاج بس يعني شوية فهم يعني بس يعني تخلي معايا كده ان احنا عندنا مادة اسمها ايه? عايزين نحولها لمادة اسمها بي خلاص كده في وجود انزيم اسمه ايه? عايزين نعرف سام التفاعل ده ياولاد. العوامل اللي تؤثر على الانزيم يعني امتى الانزيم مسلا شغله يزيد انت الانزيم شغله يقل حاجات اللي بتؤثر في شغل الانزيم. اول حاجة ياولاد مستوى يعني تركيز المادة الفعالة يؤثر على الانزيم. تاني حاجة تركيز الانزيم نفسه. تالت حاجة تركيز المادة المتفاعلة. يبقى التلات حاجات دول يا ولاد تركيزهم بيأثر الانزيم. نمسك حاجة حاجة. وعايز الناس بتفهم. لو ازا زاتة تركيز الانزيم. لو الانزيم بقى كتير على سام التفاعل. الانزيم هنا او التفاعل هنا. سرحوته يزيده ولا ما زيته. طبعا انت زيد ما هو الانزيم هو اللي بيصرع التفاعل يعيش. يبقى معنى كده ان لو زاد الانزيمات زادت يزيد مين? يوم يزيد يوم يزيد سرعة التفاعل. بس احنا عايزينك الناس بتفهم بقى عايزة ركيزision معيها. لو انا قلت لك عندك ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس مواد متفاعلة. وعندك انزيم واحد بس. الانزيم الواحد ده يولاد هيشتغل الانزيم الواحد ده. الانزيم الواحد ده هو. الانزيم هو. الانزيم ده يولاد هيشتغل على الخمس مواد. بعuyorsun هو هيخش subscriber يعني يحاول معاهم يصرع التفاعل بطرية معينة. يعني بسرعة معينة. لا ده الانزيم بدأ تركيزه تزيد. بقى انزيمين. الله بقىهم انزيمين ده سراعيات ده هتزيد. يبدأ الاتنين يمسيكوا مع اتنين. لأ ده انا حبت كمان تركيز اعلى بهم تلاتة. بهم تلاتة يمسيكوا مع تلاتة. والتفاعل يزيد سراعياته. بهم اربعة. ده اربعة يزيدهم يمسيكوا مع اربعة. والتفاعل سراعياته تزيد. لأ ده انا هخليهم خمسة. ده الخمسة بصوا باركزوا. ده الخمسة يمسيكوا مع الخمسة مواد متفاعلة وسرعته زيب. طب انا خلي ستة. الستة ده مش هيأثر على سرعة التفاعل. طب سبعة مش هيأثر. ليه? لان عند نقطة عند التركيز الورقة الخامسة ده يا ولاد. لقيت ان كل الانزيمات مسكة مع كل المواد المتفاعلة فاي زيادة في الانزيم مش هيأثر على سرعة التفاعل. عشان كده يا ولاد يقولوا ايه? يقولوا احنا ممكن نزود الانزيم مع زيادة مع زيادة تركيز الانزيم يزود سرعة التفاعل. لحد ما كل المواد المتفاعلة تخلص. عشان كده بنقول على على هنا هو ده هو ده الحاجة اللي بتوقف سرعة التفاعل فاهمين حاجة خلاص ده من زمين زمين ده ده اول حاجة تاني حاجة تعالوا نمسح بس الجزء ده ناخد مين سواء ناخد ناخد لو زادت يا ولاد المواد المنتجة هي اللي زاتت مواد النتيجة لما زيديا ياوليان بتعمل حاجة يسمى نغنيجة في اعدالة اقترادها كلياً كرة قبل كده ان المواد النتيجة بترجع تامل حاجة اسمها نغنيجة في فيدباك ان organized. يبقى معنى كده ان زيادة النواهاتك تهبط تهبط الانزيم فبالتالي بتقلل سرعة التفاعل. يبقى احنا اقولنا زيادة تركيز الانزيم يزود سرعة التفاعل. زيادة تركيز النواد المواد النتيجة خاصة في التفاعلات الريفيرزابول. يعمل على الانزيم. او مالقي اصعب واحدة في التلاتة دول. المواد النتيجة. ركزوا معايا في المواد النتيجة دي يا ولاد. يعني معناك كده قلت لك العلاقة ما بين تركيز الانزيم وسرعة التفاعل. علاقة تردية والعكسية تولي تردية. العلاقة ما بين المواد النتيجة وسرعة التفاعل. تقول لي علاقة تردية والعكسية. اقول لك علاقة عكسية. انه لو زياد سرعة التفاعل بتقالي. تعالوا بقى نشوف المواد النتيجة. يقول لك يا ولاد. المواد النتيجة هتعالوا بس نمسح الحاجات اللي ملاش لازم عشان هنا هيدا الكلام يبقى صعب شوية. رجعنا تاني للخطوة بتاعتي بصوا معي. المواد النتيجة دي يا ولاد لو زادت. يقول لك ازا زاد المواد النتيجة انا اياسف المواد المتفاعل انا اياسف السبستريت السبستريت اللي هي المواد المتفاعل. يقول لك ايه? لو زودت المواد المتفاعل على سهم التفاعل بيمشي بيزيد صرحة التفاعل. يعني يزيد صرحة التفاعل. تعالوا نتكلب بقى بالروحة كده. لو انا قلت لك عندك مادتين متفاعلتين. تمام? وعندك كم انزيم? عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. عندك تمن انزيمين. تمن انزيمات وبس مواد متفاعلة اتنين. يبقى هنا يا ولاد المواد الانزيم هيزيد بسرعة معينة. ليه? لان في انزيمين بس شغالين عن المادتين المتفاعلتين. طب لو قلت لك لا ده انت زودت كمان مادة متفاعلة هيبدأ تلاتة يشتغل على تلاتة. فسرعة التفاعل يزيد. طب اربعة اربعة على اربعة يزيد. طب خمسة طب ستة طب سبعة طب تمانية. عند تمانية يا ولاد كل التمن انزيمات هيتبقى مسكة مع التمن المتفاعلات ويوصل لا اقصى سرعة يوصلها التفاعل. لو حطيت مادة متفاعلة رقم تسعة مش هتلاقي انزيم تمسك فيه. فبالتالي مش هتقصر على سرعة التفاعل. عشان كده بنقول مين في زيادة المواد المتفاعلة الانزيم الانزيم هنا هو ده لان لو انا زودت المواد المتفاعلة وما زادش معي الانزيم يا فرحتي ما خلاص انا بزاد مادة متفاعلة مش هتشتغل خلاص يا ولاد يقول لكي بقى يا ولاد عند النقطة عند النقطة اللي هتلاقي كل المواد المتفاعلة مسكة في كل الانزيمات خلاص بنسمي سرعة التفاعل في الوقت دي يا ولاد في ماكس هي السرعة القصوى للتفاعل ليه لان فعلا دي اقصى سرعة للتفاعل. لو حطيت مواد متفاعلة تانية مش هتوصل لسرعة التفاعل اقصى من كده. يا ده اقصى حاجة. ده اقصى سرعة يوصل لها التفاعل. اقصى سرعة يوصل لها التفاعل بنسميها الفي ماكس. خلاص يا رائد بنسميها الفي ماكس. اقصى سرعة يوصل لها التفاعل بنسميها مين? الفي ماكس. تعالوا بقى بص معي كده يبقى الفي ماكس. ايه اللي بحصل عند الفي ماكس? على كل المواد النتيجة. او انا ياسف كل المواد المتفعلة? الكل مسكة مع انزيم. يعني كلهم عبارة عن اي اس كومبلكس. كلهم مسكين مع بعض. لو زودت مواد المتفعلة يا ولات في عن بعد النقطة دي. هل لو زودت مواد متفعلة? هل سورة التفاعلة تزيد? لا خلاص كل الانزيمات اشتغلت. الانزيمات دلوقتي منشغلة. امتى بقيت زيد? لما تفضل. لما تفضل عليك خير. لكن دلوقتي كلهم كلهم ايه? مشغولين. يبقى اي زيادة في المواد المتفعلة بعد كده مش هتأثر في التفاعل الكيميائي. عشان كده بنقول ان التفاعل الكيميائي لو زودت المادة المتفعلة يبقى عندك الانزيم. لو زودت الانزيم يبقى عندك مين? السبستريد. طب تعالوا نرسم كده. رسم ايه? رسم اه يعني رياضة كده. لو قلت لك يا دكتور ده الفلوسيتي بتاع سورة التفاعل. وده السبستريد الكنسنطريش. مستوى الايه? او تركيز الايه? المادة المتفعلة. احنا اتفق انا. ان كل كل ما زودت المادة المتفاعلة كل ما صورة التفاعل ايه? هتزيد. يعني العلاقة ترضية بصوا كده. عما لا زود مواد متفاعلة فعمال صورة التفاعل تزيد 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 تزيد. لحد يا ولاد ما وصلت عند النقطة ده? النقطة دي خلاص بقت اقصى سرعة للتفاعل. خلاص السرعة سبتت. السرعة بقت سبتة خلاص. مفيش سرعة مش هزيدة عن كده. يبقى اولاد عند النقطة دي. النقطة دي اللي قصدها. ركزوا معي. اللي قصدها هنا كده. اللي وسادها هنا كده. اللي وسادها بنسمى ايه? شاطريين بنسمى ال فيماكس. دي اقصى سرعة يوصل لها ايه? يوصلت يوصل لها الاتفاعل الكمية. يبقى انا لو زودت ال سورة لحد نقطة خلاص هيبقى عند النقطة دي اللي حصل كل المتفاعلات مسكت مع الانزيمات فعند النقطة دي يا ولد خلاص مفيش سرعة اقصى من كده هي دي اقصى سرعة بنسمى هيماكس. ماشي تمام? لو قلت لك انزل نقطة يعني لو تخيلت يا ولاد الفي ماكس دي طلعت اربعين. ماشي? انزل نقطة كده من عند الفي ماكس على المادة المتفاعلة. يقول لك النقطة دي عند المادة المتفاعلة يا ولاد النقطة دي عند عند تركيز المادة المتفاعلة. هو ده تركيز المادة المتفاعلة. التركيز المادة المتفاعلة. اللي عنده هوصل لايه? لاقصر سرعة للتفاعل. فاهمين? النقطة دي. هو تركيز المادة المتفاعلة. اللي عنده هوصل لأقصر سرعة للتفاعل. يقول لك طب بص بقى هاتلي عندي عشرين. يعني سرعة عشرين. هو سرعة عشرين دي يا سرعة كم? بالنسبة للفي ماكس هدية نصها. نص الفي ماكس. يعني العشرين دي هي نص نص الفي ماكس. ماشي? العشرين دي. يقول لك خد خطك كده من سرعة من الفي ماكس. وينزل. النقطة دي بتمثل ايه? بتمثل يعني تركيز المادة المتفاعلة بس عند النص عند نص الفي ماكس ولا عند الفي ماكس. لح عنده نص الفي ماكس. عنده نص الفي ماكس دي اولاد النقطة دايه? مش احنا كنا يالين يا ولاد. مش هنا كنا يالين. ان عند التركيز المادة المتفعلة دي وطلعت فوق طلع وقلنا عند كل المواد المتفعلة مسكة مع انزيمات. يبقى لما قول لك عند ايه اللي حصل عندها تقول لي نص المواد المتفعلة مسكة مع انزيمات. تاني نصها بقى مش كلها ما هو هنا كلها عشان وصلت لل هنا كلها عشان وصلت لكن عندي خمسين في المية بس من المواد المتفعلة او من الانزيمات اما اللي مسكين فين يعني خمسين في المية من المواد المتفاعلة مسكة مع الانشخص يوم. وفيه نص تاني لسه مامسكش. النقطة دي بنسمى يا ولاد منسمى كم. وعلى فكرة الكم دي. بنقول عليها يعني امضة الانشخص يعني امضة الانزيم. يعني لكل انزيم خاصة به. لكل انزيم بتبقى المخصة به. بس عايزك تعرف المعلومة كمان عن الكم. معرفها معايب. يقول لك يا اولاد الكم لا تعتمد على تركيز الانزيم ولكن تعتمد على حب الانزيم للمادة الفعال. تاني الجملة. دي عايزك تكتبها بالعارض. عند الكيم. اكتب كده. الكيم. الكيم دي لا تعتمد على تركيز الانزيم ولكن تعتمد على حب الانزيم للمادة الفعال. يعني ايه القوملة يا دكتور? بص معي. يقول لك يا دكتور. لو انا قلت لك عندك انزيم. بيحب اول مادة الفعالة. يعني بيحب السبستري طول. وفي انزيم تاني? لا. يعني عادي ما يشتغلش. مش مش حابب لايه? المادة الفعال. او بيحبها بس اقل اقل حب يعني من الاولان ده. يقول لك يا اولاد. الانزيم يا اولاد لما يحب المادة الفعالة. يقول لك يشتغل على المادة الفعالة حتى لو كانت موجودة بلو كونسنتريشن. حتى لو كانت موجود بايه? بلو كونسنتريشن. يعني لو كانت تركيزة ولايه لو كده كده حبيبها. كده كده حبيبها. لو في نقطة. لو في مادة فعالة ولو اقل حاجة يشتغل عليه. انما الانزيم لو ما كانش حابب المادة الفعالة او الافينيتي بتاعته عنده لو افينيتي يعني لو الانزيم بيحب المادة الفعالة بنسمعها هاي افينيتي يشتغل عند لو كونسانتريشن. انما لو الانزيم يا ولاد ما كانتش حابب المادة الفعالة يعني عادي عنده يشتغل عند هاي كونسانتريشن بس هاي ايه كونسانتريشن. وكلمة دي يا ولاد يعني تركيز المادة الفعالة اللي يشتغل عليها الانزيم بنسمعها فيبقى الانزيم لو بيحب المادة الفعالة يبقى عنده ايه? لو كم. يعني لو الانزيم كان عنده ايه? يبقى الكيمبة بتاعتهه القليلة ولا علية الطب الانزيم لو كان عند اللو role. يعني بيشتغل عند تركيز التركيز عالي. لان هو عنده صباح لي من المادة المتفاعلة. يبقى نقوم نسميه هاي كيم. يبقى فعلا لدينا ان هو لا يعتمد على تركيز الانزيم. ولكن فيعتمد على حب الانزيم للمادة. لو كان بيحبها قوي الكيمة بتاعتي الانزيم بتظهر. لو كان الانزيم مبايحبش المادة الفعالة الكيمة بتاعته عالية. فممكن يجي للا اراج صهون يمسيكلون. حسبنا تيام الانزيمين. انزيم يطلع بتعته عشر. او انزيم تليع الكم بتاعته ايه? بتاعته عشرين. يبقى مين في هم? مين فيه? اللي عنده هاي افينيتي. تقول لك اللي عن daughter هاي افينيتي او اللي بتاعته اصغر. العلاقة العكسية هنا علاقة عكسية مع تيام. اللي عنده هاي افينيتي اولاد يعني يشتغل عنده منسامن هاي بقى يبقى منسامنها يبقى عندلو Kaw ماشي عال? كده ده تركيز المادة ايه? المتفعل. بعد كده رقم اربعة تأثير درجة الحرارة على الانزيم. بصوا معي مش انتم عارفين ان الانزيم ده بروتين? صح? الانزيم ده بروتين. وبالتالي يبقى معنى كده الحرارة بتأثر على البروتين. يبقى معنى كده ان الانزيم ده ولاد بيتأثر بمين? بدرجة الحرارة. بصوا معي. لو احنا عملنا علاقة ما بين الفلوسيتي سرعة التفاعل ودرجة الحرارة. الفلوسيتي ايه? ودرجة الحرارة. يقول لها كيف? لا يا ولاد حاجة غريبة جدا. حاجة جميلة جدا. يقول لها كيف? كل ما زود درجة الحرارة كل ما لايه سرعة التفاعل زادت. كل ما زود الحرارة لايه سرعة التفاعل ايه? زادت 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 زادت. لحد نقطة عندها يا ولاد نقطة لحد نقطة. دي خلاص بوصل فعل اقصى سرعة للتفاعل. ولو زودت درجة الحرارة بعد كده. على سرعة التفاعل بتقل 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 لحد ما التفاعل يقف. تانية ولاية تانية. علاقة بين سرعة التفاعل. كل ما زودت درجة الحرارة كل ما الانزيم بيشتغل فكل ما سرعة التفاعل تزيد تزيد تزيد. لحد ما اصل عند درجة حرارة معينة. يعني بصوا كده انزلوا هنا كده بخط مستقيم. درجة الحرارة دي اللي عندها هلا فيها اقصى سرعة للتفاعل اقصى سرعة اقصى سرعة للتفاعل. درجة الحرارة دي بسميها ايه? يعني درجة الحرارة مسلق ليه احسن درجة حرارة اللي عندها الانزيمات بتبقى اقصى شغل فيها. لو زودت عندي كده يا ولاد الحرارة العالية دي بتكسر البروتين. الحرارة العالية بتكسر البروتين فبالتالي لاقي الانزيم يعني بتكسر الانزيم فلاقي الانزيم يا ولاد بدأ شغله يقل لي يقل لي يقل. عشان كده يقول لك ايه درجة حرتنا سبعة وتلاتين صح? وسبعة وتلاتين ونص يعني. يقول لك فعلا الانزيمات اللي عندها في جسمنا سبعة وتلاتين. الناس اللي حررتهم بتاعلي اولاد اوي اوي بيتعدل خمسين طبعا انت تخيل واحد درجة درجة حرارة عدد خمسين ده جسم وكلها بتتكسر. اللي بتتكسر ممكن يموت فيه. ده كده تأثير مين درجة الحرارة. شايفيني اولاد الشكل ده? الشكل ده عامل شباة 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 ايه الشكل ده? يقولك عامل شباة اه بنقول عليه يعني عامل شباة جرس الفصحة. لو انتم فاكرين جرس الفصحة ايام ايام بقى المدرسة ايام ما كنتوا بتجيبوا هل تقدير والجوة ده. فاكرين الجرس? كان بيبقى عامل كده? فاكرين? كان بيبقى عامل كده. عامل شباة جرس ايه? جرس الفصحة طالع. اهو? وبعد كده نازل يعني. ماشي يا اولاد ده تأثير مين? ده تأثير. طيب تأثير البيتش. طبعا انتم عارفين البيتش دي اكتر من البيتش دي في حاجة اسمها يا سيدك وفي حاجة اسمها القلائم بحاجة اسمها بصوا يا شباب ربنا خالق لكل انزيم بي اس بي اتش خاصة بيه بيشتغل فيه. تاني ربنا خالق لكل انزيم كده اقول للانزيم ده انت بتاعتك الكويسة مسلا من ستة التمانية. يعني ربنا اه خالق ان كل الانزيمات اللي في جسمينا بتاعتها ستة التمانية. قللت عن ستة او زودت عن تمانية سرعة التفاعل بتقل. يعني يمينش بتقل. ما فيش فرق. ما فيش حاس ان يا لو زودت بتاع له وبعد كده لأ بتقل لأ هو كده كده ربنا خالق للانزيم بيتش ستة التمانية. كام ستة الكام لتمانية. قللت عن ستة سرعة التفاعل بتقل. زودت عن تمانية سرعة التفاعل بتقل. يعني في كمتا الحالتين زودتها قللت ايه بتقل. طبعا يا ولات كل الانزيمات اللي عندنا في جسمينا درجة درجة بتاعتنا يعني بتاعتهم بالنسبة لهم بتبقى ستة التمانية. ما عادة فيش شوية انزيمات بتاعتهم مختلفة. لو انتوا سمع عن انزيم اسمه بيبسين ده انزيم موجود في المعدة وبيغض لي بن بروتين. الانزيم ده بتاعته واحد لاتنين. مش ستة ٨ يعني كل الانزيمات ستة ٨ مع شوية exceptation. نبنهم البيبسين واحدة لاتنين. في انزيم اسمه اسد فوسفاتيز. اسد فوسفاتيز ده البيتش بتاعته اربعة لستة. اربعة للكام لستة. في انزيم تاني اخوه اسمه القلين فوسفاتيز. الانزيم ده يا ولاد بيشتغل عند بيتش تسعة لعشرة. تسعة لعشرة. يمكن حنا ان الانزيمات لها معينة بتشتغل عندها. وفيش وقت قده كده قلنا بقى ايه يعني تحفظوا مع لمسيكيو ان لانزيم البيبسين بتشتغل عند بيتش واحد واتنين. ده ثلاث عايز تاخد من انزيم اي حلأ شغل البيبسين ده ازبت البيتش عند واحد اتنين. عايز تاخد احلى شغل من العداية го عن تسعة عاشر. من الازد theftf innovate عند اربعة لستة. اي انزيم تاني في جسمك ازبط البيتش عند كم? عند ستة لتمانية. فامني قللت او زودت يا ولاد? لأ الانزيم شغلو بيقل. باشي يا شباب? انا في الفيديو ده هقفل حد كده كفاء لكم حد كده بالفيديو ده. باشي? تمام? فادرنا جزء بسيط جدا في شابتر الانزيم. هكاملو في فيديو تاني ان شاء الله بازن الله. شوفكوا على خير.